في الحقيقة احنا في مصر محظوظين محظوظين بأنه عندنا تاريخ فني وثقافي عظيم جداً عندنا رموز فنية رغم رحيلها لكنها بتقيش بنا طول الوقت وده طبعاً بسبب أعمالهم اللي قدموها طول مشوارهم الفني النهاردة احنا بنحيي مع حضراتكم ذكرى وفاة الفنان الجميل عادي الأدهم الجمهور لقبوا بقلقات كتير جداً زي برينس السينما المصرية وشرير السينما الزريف لأنه كان عنده لمساته كده الطريفة يعني هو بيقدم الأدوار الشريرة ولأنه طبعاً قدم أدوار كتيرة جداً فيها دراما وشر كان بيعرف يعمل المكس ده كويس جداً لكنه كان بيقدمها بخفة ظل وبأداء بيوصل لقلوب الجماهير يا بسان حقيقة جزي وكان عنده فلسفته الخاصة بأدوار الشر وزي ما أنت كنت لسه بتقول في بداية كلامك أن احنا محظوظين بالممثلين بتوعنا في السينما المصرية كان عندنا ممثلين بيقدموا دور الشر لكن بطريقة بيخلدت في الزكرة للسينما المصرية منهم طبعاً عاد الأدهم اللي ليه فلسفته الظريفة زي ما أنت بتقول وعايز أقولك أنه لو شفنا كده تاريخه وأفلامه كان فيلم مجهول يمكن من أصعب الأفلام اللي قدمها لأنه كان بيعمل فيها دور الشرير الأخرص فكان ليه فلسفته كده الخاصة فيه الشرير اللي هو عايز يوصل الرسالة لكن هو كان أخرص فكان ليه كده طريقة بلغة الجسد وتعبيراته وتعبيرات وشه الظريفة زي ما كان شازلي لسه بيقول يعني الفنان عاد الأدهم من الفنانين اللي في الحقيقة ارتبطنا به جداً إحنا كجمهور بشكل كبير عايز أقول أنه يعني يواجه كمان في بداية حياته زي وزي أي حد نجم كبير يعني بيبتدي بداية بيبقى فيها شوية صعوبات وبداية حياته كان فيها إحباط شوية لدرجة أنه ساب التمثيل خالص واشتغل فيه تجارة القطن في الإسكندرية ونجح جداً على فكرة في التجارة دي وكمان كان بيشتغل في برصة القطن لكنه برضو كان لسه عنده حلم التمثيل اللي فضل وراه وما كانش عايز يسيبه أبداً عشان كده لما قابله المخرج أحمد زياء قدمه مرة تانية في فيلم هل أنا مجنونة سنة 1964 وكانت دي ممكن الانطلاقة الحقيقية للفنان عاد الأدهم طبعاً زي ما أنت قلت هو الناجح بيكون ناجح في كل حاجة الفنان عاد الأدهم شارك في عمال كتير جداً مهمة وأقدم في مسارته حوالي 84 عمل فني من ضمنهم فيلم الجاسوس وجناب السفير فيلم أخطر رجل في العالم وطبعاً كلنا فكرين دوره مهم جداً في فيلم السمان والخريف وفيلم الثرثرة فوق النيل وأيضاً الشيطان يعظ وفيلم الراكسة والطبال وغيرها وغيرها طبعاً من الأفلام كتير طبعاً ومن أهم الأفلام اللي أنا بحبه جداً على مستوى الشخصي فيلم الفرن نحن النهاردة يمكن موضوعنا شوية تفعولي وعايزين نعرف منكم يعني أنتوا إيه الـ F اللي أنتوا يمكن فكرينه ليه وليه وليه إفهات كتير جداً في أفلامه ومرتبطين إحنا بيها شوية يمكن بنقولها لغاية دلوقتي في كلامنا فسؤال حلقتنا النهاردة إيه هو الـ F اللي لسه فكروا لعاد الأدهم ولينا على أحلى F اللي أنت أحلى F بالنسبلك إيه؟ كل يعني هو الأول ما بيتكلم أصلاً نبتدي نركز عشان عارفين الإفهات بتاعته دي إحنا طبعاً زي ما أنت قلت كده إيه بنستخدمها في يومنا بشكل عالي طبعاً فيلم الفرن أنا ده من أهم الأفلام اللي أحب أتفرج عليه لأنه دمه خفيف جداً يعني هو طلع شرير وكل حاجة بس فعلاً دمه خفيف فطبعاً المشهد المعروف عندنا كلنا لما دخل يونيس يالبي وكان عايز يأخذ حقه في الفرن قال له حقك فين؟ قال له في الفرن قال له ده أكيد تحرق ما هو في الفرن بقى فعله الحق اللي يمشي ولا الباطل فدل يسأل الناس فعله الحق اللي يمشي قال له أنت يا لنا الحق قال له طب يمشي أيوة صح صح قاعد يسأل فعلاً الناس اللي معاه في الفرن كل الحق يمشي أنا عجبني قوي كمان لي أنا عندي كذا إفه لي بس من أكتر الإفهات اللي يمكن بنشوف الناس بتكتبها على سوشيال ميديا كتيرا في ناس كده بنشوفهم وبندي يا ربنا أنه يجعل معرفتكو السودة في ميزان حسناتنا ناس كتيرة يمكن بتكتب الإفهدة فعلاً تكفير زنوب هو قالها من زمان يعني قال الإفهدة من زمان قوي وفي كمان في الفيلم اللي كان مع سناء جميل رحالة سناء جميل لما حسين فهمي دخل هو زابط زكي إدرا فهو سلمها لي على طول أيوة هي صاحبة أيوة البضعة دي بتاعتها أيوة هي يدبح زكي إدرا يدبح زكي إدرا أنا عبد المأمور أنا عبد المأمور هي تقول إدبح زكي إدرا مش ممكن يعني في ثانية لربع كده يعني باعها دي كنت إفهاتنا إحنا اللي إحنا فكرينها للراحل عيد الأدم قولنا أنت بقى كمان قولنا إيه الإفهات اللي إنتوا لسه فكرينها لي وهنستعرضها معاكم في خلال الحلقة النهاردة وهيبقى فيه محطات كتير هنقف عندها ونتكلم عنها للراحل عيد الأدهم نستنينكم أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر